قبل ما نحكي عن سبب كره الكتيرين للسيستم دي لازم بالبداية نعرف شو هو السيستم دي وهل أنا بحاجة لأني أتعلم استخدامه إذا كنت باستخدم اللينوكس فالسيستم دي هو عبارة عن نظام تهيئة أو Initialization System ومدير خدمات أو Services Manager بنفس الوقت وبيتضمن خدمات مثل تشغيل الخدمات حسب الطلب On Demand Services إضافة نقاط الاتصال أو Mounting Points دعم السنابشوت بالإضافة لتعقب العمليات باستخدام مجموعات التحكم بالإضافة إلى أنه السيستم دي بقدم خدمة اللوجينج أو اللوجس بحد ذاتها اللي بتساعد على تشخيص أعطال النظام المقصود بما قولت أنه السيستم دي هو عبارة عن نظام تهيئة أو Initialization System أو Init System للإختصار هو أنه بعد تشغيل الكمبيوتر بعد الضغط على زر التشغيل وانتهاء عملية إقلاع البوتلودر فالإنيت سيستم أو السيستم دي هو أول عملية أو بروسس بتم تشغيلها وبيكون في إلها الرقم واحد أو البروسس ID PID واحد ومنها بتم تتفرع كافة العمليات أو البروسسس اللي بتشكل نظام التشغيل بالكامل أو المسؤولة عن تشغيل نظام التشغيل بالكامل وبالتالي إذا فشلت عملية الـ Init إذا الكمبيوتر كان قادر يقلع بس ما كان قادر أنه يوصل للـ Initialization أو التهيئة فالنظام رح يفشل بالكامل أو رح ندخل بحلقة لا متناهية ورح نكون مضطرين نعمل عملية تشخيص لنعرف ليه ما اشتغل الـ Init System هلا الـ System D ليس هو الـ Init System أو نظام التهيئة الوحيد الموجود والمتاح على نظام لينوكس وإنما أنا في عندي عدة خيارات في عندي أكتر من نظام تهيئة موجود في عندي الـ OpenRC في عندي الـ Runet في عندي الـ Sys5 Init أو الـ SysV Init ومن حيث الأقدامية أي واحد إجا بالبداية فأنا في عندي الـ SysV Init اللي كان موجود من الـ 80ات من أيام اليونيكس في حين أنه الـ OpenRC والـ Runet فهي الأنظمة ميزتها أنها متعددة المنصات فهي ما لها موجودة بس على لينوكس وإنما موجودة على أنظمة مثل الـ FreeBSD مثل الـ OpenBSD مثل الـ NetBSD فهذا بيعطيها أولوي أو بيعطيها ميزة فوق الـ System D فمثل ما حكيت الـ SysV Init كان موجود قبل وجود الـ System D وكان هو الـ Standard أو المعيار الـ Init System القياسي المستخدم بأغلب توزيعات لينوكس ما قبل عام 2010 أو بهذه الفترة يعني 2010-2011 لغاية الـ 2015 وقت اللي تقريباً أغلب توزيعات لينوكس كانت تحولت لأنها تستخدم الـ System D فقبلها كان النظام المهيمن اللي هو الـ SysV طيب هذا الكلام بالنسبة إلنا لمستخدمين عاديين لنظام التشغيل هل رح يكون في عندي أي فرق فيما إذا كانت التوزيعة الفلانية بتستخدم الـ Init System الفلاني ولا بتستخدم غيره الجواب على هذا السؤال رح يكون من قسم لقسمين أساسيات القسم الأول أو الشق الأول اللي هو القسم الـ Technical بهاي الحالة فينا نقول أنه أنا كمستخدم عادي أنا ما بتفرق معي شو هو الـ Init System المستخدم لأنه أنا بالأساس ما رح أدخل بالتفصيلات وتعقيدات أنه كيف عمالها تتم عملية التهيئة والإقلاع وتشغيل الوظيفة الفلانية والمهمة الفلانية في حين أنه أنا كل اللي بهمني أني أحصل على نظام تشغيل شغال وأقدر أني أستخدمه مباشرة القسم الثاني أو الشق الثاني من الجواب ألا وهو القسم العملي أو الـ Practical فبهي الحالة اختيار نظام التهيئة أو التوزيعة اللي بتستخدم Init System مختلف عن غيره هاد بيلعب دور كبير بنوع البرامج اللي أنا بدي استخدمها فعلى سبيل المثال لو أنا بدي استخدم الواجهة الرسومية أو الـ Desktop Environment Gnome فأنا مضطر أو مجبر أني استخدم أي توزيع بتستخدم الـ System D لأن الـ Gnome في إلها Hard Dependency على الـ System D فأي توزيع تانية ما بتستخدم الـ System D رح يكون من شبه المستحيل وليس مستحيل من شبه المستحيل أني استخدم الـ Gnome نفس الكلام بينطبق على الـ Snap سواء أنت كنت بتحب الـ Snap أو بتكرهها فالـ Snap بدون System D ما بتشتغل لأن الـ System D Dependency أو حزمة مطلوبة لعمل هاد النوع من البرامج غير هاي الأمثلة في عندي كتير من البرامج أو الخدمات وقت المطور بيكتب برنامجه فبيكون حاطة الخدمة عاملها كـ System D فأنت إذا ما عندك System D فعلى سبيل المثال عندك الـ Open RC لازم أنك تكتب الخدمة بنفسك بعدين تشوف كيف تعملها عملية الـ Restart كيف تعملها عملية الـ Restart أو الـ Stop هاد الكلام بدك تروحه أنت تعمله بنفسك لأن المطور بس بيقدم لك الخدمة كـ System D فبهي الحالة منقول أنه البرنامج هو اللي بيحدد إذا كنت بدك تستخدم توزيع مع System D أو بدون System D طيب، شو هي الأشياء الثانية اللي بيعملها System D غير كونو حكينا طبعاً أنه هو المسؤول عن إدارة الخدمات أو تشغيل إيقاف إعادة تشغيل الخدمات فبكتير أحيان بتشوف بالـ Tutorials سواء كانت المكتوبة عن نت أو بالفيديوهات اللي أنا بيعملها أنه عمالي استخدم الأمر اللي هو System CTL Start أو System CTL Enable هاي عبارة عن خدمة مكتوبة بالـ System D أو عبارة عن ملف بتكون اللاحقة تبعه إما .service أو .timer لحتى يقوم بوظيفة معينة فالـ System D بيسهل علي عملية تشغيل هاي الخدمات وإيقافها مثل ما حكيت كمان ممكن أني استخدموا لحتى أعمل عملية Mounting للأقراص الصلبة المتصلة بالجهاز ممكن أني استخدموا بعملية Logging باستخدام Journal CTL لشخص النظام محدد شو هي الأعطال والأخطاء اللي عمالها تظهر فيه وحكينا عن الـ Snap Shots فهلا باعتبار أنه قلنا أنه الـ System D بيقوم بمهام كثيرة وليس وظيفة واحدة هاد بيوصلنا للسبب الأول اللي بيدفع الناس لأنها تكره الـ System D فبيقولوا أنه الـ System D هو عبارة عن بلوتت سوفتوير بيقولوا أنه ما بيتماشى مع فلسفة اليونيكس وبيقولوا أنه هو عبارة عن نقطة فشل وحيدة أو single point of failure يعني إذا فشل الـ System D فأنا نظامي بالكامل رح يفشل فهلا بقولة بلوتت متل ما حكيت أنه ما بيتماشى مع فلسفة اليونيكس يعني أنا بتوقع حسب أرقام احتمال تكون دقيقة واحتمال تكون لا أنه ما يقارب 70 أو 80 أو 90% من البرمجيات الموجودة اليوم على أغلب توزيعات لينوكس ما في واحد من هاي البرمجيات بيتماشى مع فلسفة اليونيكس اللي هي بالأساس فلسفة اليونيكس اللي هي أنه أنا في عندي برنامج واحد بيقوم بوظيفة واحدة بكفاءة وجدارة يعني أي برنامج ممكن أنك تكون عمالك تستخدمه اليوم مستحيل أنه يكون عماله يعمل نقطة وظيفة واحدة فهاي النقطة أنه موضوع بلوتت ولا غير بلوتت ما بتوقع أنها تكون سبب كافي لكره النظام أو الانيت سيستيم السيستيم دي أما واحد تاني من الأسباب اللي بتدفع الناس لكره السيستيم دي هذا السبب بيكون مبرر بحالة الأشخاص القائمين على صيانة وتطوير التوزيعات فهو أنه السيستيم دي باعتباره أنه هو حزمة ضخمة جدا يعني احتمال يكون أكبر من النواة بحد ذاتها التعامل معه معقد وليس سهل جدا فعملية الانتقال من الأنظمة اللي كانت موجودة قبل السيستيم دي للسيستيم دي أخدت وقت كتير منشان هيك النظام أو السيستيم دي بحد ذاته ابتدت تطويره بالألفين وعشرة وأغلب التوزيعات ما بتدت تستخدمه بشكل كامل لغاية الالفين وخمستاش لأن عملية الانتقال ما كانت بالعملية السليسة والسهلة أما واحد تاني من الأسباب اللي بتدفع بعض الأشخاص لكره السيستيم دي فهو الشخص المطور للسيستيم دي بحد ذاته اللي هو لينرد بوترينغ اللي كان موظف أو مهندس بيشتغل بالردهات هذا الشخص معروف عنه وقت اللي بتتعمق شوي بتاريخه أو بتشوف تحركاته ونشاطاته على الإنترنت معروف عنه أنه شخص عدائي وما بيتقبل النقد وما بيرضى أنه أي إنسان يحط الملامة عليه وعنده وجهة نظر عنده سلوك عدائي جداً فيما يتعلق بالتقرير أو الريبورت عن الباكز ويعني بيعتبر نفسه أنه ما بيغلط أبداً وحتى في عنده مقال من سنة 2014 على ما أعتقد اللي وصف فيه مجتمع لينوكس بأنه بيئة سامة وضارة بس هالكره الشخص المطور للسوفتور يعتبر سبب مقنع لإني اكره السوفتور بحد ذاته يعني حتى لينوس تورفلس يعني الأب الروحي لالينوكس مع أنه في عنده كتير انتقادات وعنده موقف شخصي واضح وصريح من لينارد بوترينج هذا الشخص المطور للسيستم دي إلا أنه لاينوس تورفلس يعني قال بأحد المرات بأحد المقابلات عن السيستم دي أنه تحفف فنية وهو بيستخدمه بشكل يومي يعني وقت اللي كان يستخدم الفيدورا كنظامه الأساسي كان عمله يستخدم السيستم دي وهلأ بعد من تقل لأنه يستخدم الأساهي لينوكس على أجهزة ماك على جهاز ماك اللي عنده فهو كمان عمله يستخدم السيستم دي لأن الأساهي لينوكس مبني على آرش اللي هي بالأساس بتستخدم السيستم دي أما السبب الأخير اللي بيدفع بعض الناس لتكره السيستم دي وطبعا هذا من وجهة نظري الشخصية اللي هو التقليد الأعمى فقط لا غير فيعني بتيش بتسأل ناس هاد الشخص لا بيكون عنده اطلاع عن كيفية عمل السيستم دي ولا هو مطور ولا هو مبرمج ولا بيعرف شو اللي حكا هاد أخونا شو كان اسمه لينرت بوترينغ وما بيعرف إذا كان عدائي ولا لا ولا بالأساس مين هو بس وقت اللي بتسأله بيقلك أنه أنا بكره السيستم دي لأنه المطور شخص عدائي طيب تيش بتسأله طيب انت بتعرف هاد الشخص شو حكا بيقلك لا ما بعرف بس بعرف أنه الناس بتكرهه فأنا رح اكرهه إله ورح اكره السيستم دي تبعه فهي الناس يعني ما بعرف شو احكي عنها أو بالأساس شو موقعها من الإعراب بالحياة هل أما بالنسبة إلي شخصيا شو هو موقفي من السيستم دي هلأ بعد ما عددت الأسباب اللي بتدفع الناس لكره السيستم دي بلاقي نفسي أنه ما بنتمي لأي فئة من الفئات الكارهة فلا أنا شخص عندي توزيعة لينوكس بعمل على صيانتها لحتى أرشو هي تعقيدات وصعوبات التعامل مع السيستم دي أغلب البرامج 99% من البرامج اللي بيستخدمها على نظامي ما بتتماشى مع فلسفة يونيكس لحتى أقول أنه السيستم دي بلوتد وما بدي استخدمه بالنسبة للينارد بوترينج هذا الشخص المطور أو المطور اللي هو بالأساس ليس مو لحاله اللي يشتغل عليها هو كان عبارة عن الليد ديفيلوبر أو الليد انجينير فأنا ما لأي علاقة بآراءه الشخصية لحتى أحكم على السوفتوير اللي هو كاتبه فيعني بالعكس أنا بحس أنه السيستم دي عماله يقدمني خدمة كبيرة بحياتي أو بتعامل اليومي مع الكميوتر فيه عندي كتير خدمات وفيه عندي كتير أمور أنا مقتمتها باستخدام السيستم دي فيعني لا خلص صار أمر واقع أنه نستخدم السيستم دي بحياتنا اليومية وإذا أنت ما بدك تستخدم السيستم دي فيه عندك التوزيعات اللي بتجي بدون السيستم دي بتروح بتثبتها بدك تستخدم الـ OpenRC بتستخدمها بدك تستخدم الـ Runet بتستخدمها عندك الجينتو عندك الـ Antics عندك الـ Artics عندك الـ Day One يعني كل التوزيعات فيه عندك كل توزيعة أساسية رح تلاقي فيه لها التوزيعة إجوا جماعة وقالوا نحنا ما بدنا السيستم دي شغلوا السيستم دي وحطوا إنه سيستم مختلف وعملوا توزيعتهم المعارضة أو الخالية من السيستم دي ولا ننسى بالتأكيد الجينتو وبأمان الله